على الرغم من أن آوان الانتخابات لم يحن بعد إلا أن البحث انطلق جدياً في قانون الانتخاب المقبل وللغاية اجتماع للجان النيابية المشتركة أساسه تفعيل الحوار الحقيقي من أجل الخروج بإيجابية ما تعد بمثابة توافق بين معظم الأفريقاء نائب رئيس مجلس نواب إريل فرزلي وعقب الجلسة خرج ليشدد على أن إذا كانت نية المجلس التأكيد على إجراء الانتخابات بموعدها نؤكد أن هناك قانون قائم يتم العمل به ولا خوف من هذا الموضوع موضوع الأساسي أنه تحتاج إلى وقت لأنه نحن بحاجة إلى حوار وطني حقيقي في البلد يؤدي إلى تحقيق المرجو من أي تطوير تحت سقف الدستور عضو تكتل لبنان القوي أن أبا لعون تقدم باقتراح ترحيل موضوع قانون الانتخاب إلى طاولة الحوار الوطني لأنه المكان المناسب لطرحه مع الانفتاح إلى تطوير ضعيون الحالي ولكن عدم العودة إلى أهم إنجاز عمله هذا الانون هو صحة التمثيل يلي اليوم بثلاث أمور أساسية حكيت من زملاء حكي الزميل جورج عائس عن مفهوم حق التصويت وحق الانتخاب ويجب أن يزاوج الانون بين حق التصويت وحق الانتخاب يعني حق الخيار أيضا السياسي وحكي كمان الزميل جميل السيد عن المزاوجة بين التمثيل الوطني والتعايش بين اللبنانيين ولا يجوز أن يكون قانون انتخابات نقص واحد من اثنين وطرح الزميل سيزار أبي خليل نظرية الخيار بين الأحادية والتعددية وحماية التعددية في ظل الأحادية اللي عم شوفها بالمنطق أو غيره من هذا السبب الموضوع جوهري وخطير ولا يجوز تساهل فيه بدوره حضر النقاش بقانون الانتخاب في صلب كلام النائب جوش عدوان أي طرح بد يكون بأمن صحة وفعالية التمثيل ونحن بنعتبر أنه هذا القانون بالذات يلي أخذ تسع سنين أو عشر سنين شغل ويلي ساهم فيه كل الأفريقاء ويلي نشغل كتير عليه أول قانون من ثلاثين سنة بيقترب من صحة وفعالية التمثيل وهيدا منضوع ما نتوقف مطولا عنده وما ننتبه له النائب علي فياض أوضح أن لا شيء يمنع من البحث في بعض مواطن الضعف التي يعاني منها قانون الانتخاب ولدينا بعض الملاحظات التقنية ولا داعي لمقاربة هذه الموضوعات بتوتر طائفي نحن نميل إلى دوائر انتخابي مندمجي على المستوى الطائفي مثلا نحن فيما نتعلق بالصوت التفضيل ما كنا موافين على أن يكون هذا الصوت مقيد بالقضاء كنا من دعاة أن يكون مفتوح على مستوى الدائرة الانتخابية بأكمله فلذلك لا شيء يمنع من البحث الذي يرمي إلى تطوير وتحسين القانون الانتخابي هكذا سلك البحث بقانون الانتخاب الطريق إلى اللجان المشتركة حيث علم أن الحوار كان هادئا وعميقا ومسؤولا على حد تعبير نواب ترجمة نانسي قنقر